قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن وزير رمطان العمامرة أحاط بنضرائه العرب بالخطوات التحضيرية التي بشرتها الجزائر تمهيداً للقمة العربية المقبلة وكذا مساعيها الرامية إلى توفير العوامل الأساسية لنجاحها كما أكد العمامرة أنه سيطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي في القاهرة شهر مارس المقبل تاريخ انعقاد القمة التي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية وشدد العمامرة على الأهمية القصوى التي واليها الرئيس تبون لهذا الموضوع وتطلعه إلى عقد قمة تجمع شمل البلدان العربية وتبعثه روحاً جديدة في آليات العمل العربي المشترك